اشتركوا في القناة وزير واشؤون الخارجية يؤكد أن ضمان الوصول إلى التعليم الإلزامي والمجاني أمراً أساسياً لتونس ويدعو إلى بذل العناية اللازمة على المستوى القاري لتعزيز برامج التعليم خلال مشاركته في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذية للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأدي سبابا وسط تنامي المخاوف والتحذيرات من اجتياح وشيك لمدينة رفح الحدودية تتواصل مجازر الكيان الصهيوني في قطاع غزة مخلفة المزيد من الشهداء والجرحى توازياً مع استمرار المحادثات في القاهرة لبحث هدنة وقف إطلاق النار أهلاً بكم مشاهدين الكرام في نشرة الظهر تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماعه عصر الأربعة بقصر قرطاج برئيس الحكومة أحمد حشيني جملة من المحاور من بينها نشاط الحكومة في الأيام القليلة الماضية وخاصة في مجال متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى التي بقيت معطلة لمدة سنوات عديدة فإما أنها لم تنطلق وإما أنها انطلقت وتعطلت نتيجة أسباب متعددة ليس أقلها تأثير عدد من الإجراءات المعقدة وفي كثير من الأحيان نتيجة للوبيات الفساد التي ترى في إنجاز هذه المشاريع مساساً بمصالحها كما تم التطرق إلى ضرورة وضع حد لما يسمى بالمناولة التي هي عبودية مقنعة فهي اتجار بعرق العمالي وتكاد ترتقي إلى مرتبة الاتجار بالبشر فبأي حق يعمل شخص مقابل أجر زهيد ويتقاضى صاحب الشركة مقابلاً يتجاوز هذا الأجر بكثير كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد حل سريع لعمال الحظائر حتى يتمكنوا من حقوقهم بعيداً عما يسمى بهذه الآلية أو تلك فما اصطلح على تسميته بآلية هو بقاء الكثيرين في أوضاع هشة لا تقبل بها دولة تقوم في سياساتها على تحقيق العدل والإنصاف على سعيد آخر تناول اللقاء مشاركة تونس في الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقية حيث شدد رئيس الجمهورية مجدداً على أن تونس تعمل من أجل أن تكون إفريقيا للأفارقة ومن أجل وضع حد لمعاناة عديد الشعوب الإفريقية على مدى عقود من الزمن بالرغم من أن القارة الإفريقية تزخر بثروات طبيعية لم تتمتع بها للأسف في أغلب الأحيان شعوبها وبقي مئات الملايين يعيشون الفقر جوعاً فضلاً عن التنظيمات الإرهابية التي وجدت في هذا الوضع فضاءً للتشكل ومزيد زعزعة الأمن والاستقرار استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس الأربع بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلة جفال ووزيرة المالية سيهان بغديريا نمسية وقد دعا رئيس الجمهورية إلى الحسم في ملفات الفساد بسرعة والقيام بثورة تشريعية في عديد المجالات وتطهير البلاد مع ضرورة الإسرع بتشكيل لجنة الصلح الجزائية سناب الحاج نصر والتقرير التالي شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه بكل من وزيرة العدل ليلة جفال ووزيرة المالية سيهان بغديريا نمسية على ضرورة القيم بثورة تشريعية في عديد المجالات وتطهير البلاد هناك حرب نخوذها اليوم بلا هوادة ضد الفاسدين المفسدين الذين تسللوا إلى مؤسسات الدولة في كل القطاعات حرب بلا هوادة ولن نتراجع أبدا في هذه الحرب حتى نتحرر البلاد كلها من أصراب الجراد التي تتوالى على مؤسسات الدولة وعلى خيرات البلاد كما دعا رئيس الدولة الوزيرتين لنظر في جملة من ملفات الفساد والحسم فيها بسرعة من قبل القضاء والتي لا يمكن أن تبقى في أروقة المحاكم لسنوات مستعرضا عديد الأمثلة من هذه الملفات مجددا التأكيد على ضرورة أن تحمل القضاء مسؤوليته كاملة وأن تقوم الإدارة بدورها بالنسبة إلى بنك عممي وبالنسبة إلى شخص واحد وله واسسة أعلامية وله من يؤجره كل يوم للتشويش ويعتقد أنه بإمكانه بهذه الطريقة أن يشوها هذا المسار نحن في حرب تحرير ولسنا كما يتصور البعض في حملة انتخابية لم أقم في سنة 2019 بحملة انتخابية قمت بحملة تفسيرية والأمر يتعلق بالمسؤولية هذا الشخص ببنك عممي القروض غير الخالصة واحد وستين مليار فاصل ستمائة ثلاثة واثمانين هذا الشخص ما زال إلى اليوم موجودا ولم يقع تتبعه أو لم تتم إثارة أي إجراءات ضدها هذا أيضا تحصله على قروض من خمسة بنوك ومنها بنك عممي مجموع القروض يصل إلى غير خالصة 32 مليار وحسابات مدينة 11 مليار هذه من يقفون اليوم ويرتبون لجامعة كرة القدم مجموعة ضيون المتخلدة بذمة أحدهم فقط 6 مليارات فاصل سبعة وستين هؤلاء الذين يرتبون للانتخابات في كرة القدم ودائما بطبيعة الحال كرة القدم يعتقدون يتعرفون الشعرات المرفوعة داخل الملاعب ويعرفون يعرف الشعب التونسي كل ما يحصل مجموعة ضيون المتخلدة بذمته بالبنك المذكور 35 مليار مرة أخرى هي حرب نخوذها ولن نقبل إلا بالانتصار ولدينا كل الإمكانيات وكل الكفاءات بناء على اختيارات شعبنا وليس بناء على اختيارات أي كان من الخارج كما تطرق رئيس الجمهورية بالمناسبة لضرورة الإسرائي بتشكيل لجنة الصلح الجزائي بعد أن تم إدخال تعديلات على المرسوم الذي أنشأها بذكراً الغاية من ذلك يسترجع الشعب التونسي للأموال التي نهبت منها احتضنت مدينة جندوبا أشغال الملتقى الإقليمي حول شرح أحكام قانون المالية لسنة 2024 وقد قدم المحاضرون قراءات في عدد من فصول قانون المالية التي تعنى بالإعفاءات في الضرائب والامتيازات الجبائية حسن الكريمي ونقل في الموضوع ببادرة من المدرسة الوطنية للمالية انتظم هذا الملتقى الأقليمي حول شرح أحكام قانون المالية وذلك لفعيدة الإدارات العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والأداءات والديوانة وتم خلال هذا الملتقى شرح أهم الإجراءات المتعلقة بالتشجيع على أحداث المؤسسات والتحفيز على المبادرة الخاصة والضرائب والجباية والمعاليم الديوانية إعفاء كامل من الضريبة على الدخل والضريبة على شركات لمدة أربع سنين للمؤسسات الجديدة سواء كان من قبل الأشخاص طبيعين ولا شركات المحتى خلال سنتين 2024 و2025 أعطى عدة إجراءات لتشجيع تمويل لمؤسسات الناشئة مؤسسات عندها بوتنسيال معناها على مستوى التكنولوجيا شجع الأشخاص والمؤسسات والشركات الاستثمارة على تمويلها أعطى عدة امتيازات لفائدة المؤسسات الناصرة في الاقتصاد الأخضر الأزرق التنمية المستدامة إجراءات العفو الجبائي كانت كذلك أحد أهم المسائل التي تطرق إليها هذا الملتقى حيث تضمن قانون المالية إجراءات تهدف إلى تسوية الوضعيات الجبائية سواء من حيث طرح الخطايا أو التسهيلات في الاستخلاص نص المشرع بالنسبة للخطايا والعقوبات المالية لزاسي بي على إمكانية التخلي على المتبقي منها للاستخلاص في حدود لمية دينار ما نطالبوش بها بتاتا بالنسبة للخطايا اللي تفوق المبلغ هذيك كي سواء في الخطايا والعقوبات المالية ولا الخطايا بعنوان المخالفات الجبائية نص المشرع على إمكانية التخلي في حدود الخمسين بالمئة منها والخمسين المتبقي منها يتم تزديدها كذلك إما دفعة واحدة وإلا في إطار رزنام الدفع وفقا للمقتضيات الويردة بقرار سيدة وزيرة المالية الغاية السامية متاعه هو أن يكون نفس المعلومة متقسمة على مستوى وطني باعتبار لكونا من هنا المصالح متلجيبائية ومصالح استخلاص يجب أن تكون عندها المعلومة محينة ومفهومة بطريقة موحدة بيش يكون التعامل والخدمة في الفات المواطن تكون خدمة على نفس النساء وتضمن قانون المالية إجراءات تتعلق بالجباية المحلية ودعم خزينة الدولة وترشيد الامتيازات في عدة قطاعات كمجالات الطاقة البديلة والاقتصاد الأخضر رحب وزير وشؤون الخارجية والهجرة وتونسين بالخارج نبي العمار بوضع الاتحاد الافريقي سنة الفين واربع وعشرين تحت شعار بناء أنظمة تعليمية قوية من أجل تعليم شامل ذي جودة مدى الحياة وملائم لإفريقيا وذلك خلال مشاركته في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي الملتئمة يومي الرابع عشر والخامس عشر من فيفري الحالي بالعاصمة الأثيوبية أدي سبابا في إطار الأعداد للدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقية المقررة يومي السابع عشر والثامن عشر من فيفري الجارية وأكد أن ضمان الوصول إلى التعليم الإلزامي والمجاني يظل أمرا أساسيا بالنسبة للدولة التونسية التي قال أنها تولي منذ الاستقلال مسألتي التربية والتعليم الأهمية القصوى باعتبارهما رافعتي التقدم الاجتماعي والتنمية في تونس وإفريقيا على حد السواء ودعا نبي العمار إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع المجتمع المدني وإلى بذل العناية اللازمة على المستوى القارية لتعزيز برامج التعليم التقني والمهنية وتعزيز الابتكار والبحث وإلى تعزيز مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا من أجل مستقبل تعليميا وعلميا وتكنولوجيا مزدهرا لإفريقيا التي تعتز تونس بالانتمائية إليها في أخبارنا العربية والدولية ووسط أنباء تحدثت عن انتكاسة بشأن المفاوضات الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة لبحث هدنة في غزة يواصل المحتل الغاصب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني موقعا المزيد من الشهدائية والجرحة التفاصيل في تقرير حبيب العبيدي تتواصل مجازر الاحتلال الغاصب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وفي اليوم الثاني وثلاثين بعد المئة من العدوان على غزة استمر العدو السهيوني استهدافه للمستشفيات والمراكز التبية في القطاع بعد قصفه مجمع ناصر الطبي في خانيونس ما أدى إلى استشاد فلسطينية وإصابة أخرين وأجبر عددا من النزحين والأطباء والممرضين على أخلاء المجمع والتوجه إلى رفح وكانت وزارة والصحة في غزة قد حذرت أمس من وضع كارثي في مجمع ناصر وناشدت المؤسسات الدولية للتدخل لحماية المجمع الذي يفرض عليه المحتل حصارا مشددا لليوم الخامس والعشرين على التوالي في الأثناء تتزايد المخاوف والتحذيرات في الداخل والخارج الفلسطيني من اجتياح وشيك للكيان الغاصب في مدينة رفح الحدودية مع مصر محور الترقب بشأن المرحلة المقبلة التي كشفت عن خطة ونوايا الممارسات الصهيونية التي تنظر بارتكاب الكيان الصهيوني لجريمة التهجير القصري إلى خارج الحدود الفلسطينية وذلك في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها المحتل ضد الشعب الفلسطيني رفح ومخيماتها بوجه خاص حيث يتكدس أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطيني قصرا جبهة والقتال المرتقبة والتي ضاعفت على إثرها مصر من تواجدها الأمني والعسكري على الحدود مع القطاع تتواصل بشأنها ولليوم الثالث على التوالي المحادثات في القاهرة لبحث هدنة بين المقاومة الفلسطينية والمحتل في غزة وسط أمال بأن تؤدي الجهود الدولية إلى اتفاق إلى ذلك دعت الفصائل الفلسطينية في بيان الحكومات العربية والإسلامية للتحرك العاجل وممارسة الضغط السياسي لوقف العدوان المستمر على غزة منذ أكثر من أربعة أشهر وعلى خلفية تصعيد العدواني المستمر بحق الفلسطينيين العزل أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن مخاوفه من وقوع كارثة إنسانية تفوق التصور في حال وقوع تواغل واسع النطاق من قبل جيش الاحتلال الصهيونية في رفح جنوب غزة وأضاف المسؤول الأممي أن هذا التطور يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه مرافق المستشفيات مثقلة بالأعباء وعاجزة تماماً عن العمل وتقترب من حافة الانهيار ونوها إلى أن هناك مليون ونصف من سكان غزة مكتظون الآن في خيام مؤقتة وملاجئة تابعة للأونروا في كل مكان في محافظة رفحة وصل جيش الاحتلال قصف جنوب لبنان مستهدفاً أطراف بلدات النقورة وجبل اللبونة وعلم الشعب والبستان وعيتا الشعب بوابل من القنابل الحارقة بعد أن نفذ ليلة البارحة هجوماً وصف بالأسوأ والأشد دموية منذ اندلاع المواجهات على الجبهات الجنوبية فقد قصفت مسيرة للاحتلال مبنى سكنياً في قلب مدينة النبطية بسارو خيني ما أدى وفق مصادر لبنانية إلى استشهاد ثمانية أشخاص في حصيلة مرشحة للارتفاع مع وجود ضحايا آخرين تحت أنقاذ المبنى المحتلو يقول أن هذا القصف جاء رداً على هجوم واسع نفذه حزب الله اللبنانية ضد أهداف عسكرية على طول الشريط الحدودية أصفر عن مقتل عسكرياً وإصابة سبعة آخرين بجروح وقد أكدت الأمم المتحدة ضرورة وقف ما وصفته بالتصعيد الخطير للعنف بين جيش الاحتلال وحزب الله موضحاً أن قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في لبنان لاحظت تحولاً في تبادل إطلاق النار بين الطرفين شمل استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق الذي يفصل بين المحتل ولبنان في أخبار في أخبار الرياضة حقق بوكا جينيورز الفوز بهدفين نظيفين على ضيفه ثنترال كوردوبا ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية من كأسي رابطة الدور الأرجنطيني لكرة القدم رفعان رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس فيما تجمد رصيد ثنترال كوردوبا عند النقطة الثالثة في المركز العاشر وحملت ثنائية البوكا توقيع كل من ميغال ميرينتيال في الدقيقة الثامنة وكيفين زينون في الدقيقة الرابعة والسبعين وإلى القارة الأسيوية حيث بات المدرب الألماني لمنتخب كوريا الجنوبية يورغن كلينسمان على أبواب الرحيل بعد المطالبة بإقالته عقب خيبة نصف نهاء كأس أمم آسيا حيث أوصى كبار مسؤولي الاتحاد الكوريا الجنوبي لكرة القدم بإقالة الفنية الألمانية من منصبه معللين ذلك بفشل كلينسمان في العثور على مواهب جديدة ووضع حدا للصراع الداخلي بين أعضاء الفريق بالإضافة إلى رفض الجمهور للمدرب منذ قدومه للمنتخب بسبب رفضه العيش في البلاد وسجله التدريبية الذي لا يضاهي مسيرته كلعب كوان هوانجبو أحد مسؤولي لجنة المنتخب الكوري أكد الإجمع على أن كلينسمان لا يمكن الاستمرار في مهامه وأن وقت تغيير القيادة قد حانى وفي شأن الوطني وفي أخبار الثقافة أزدل الستار مساء أمس عن فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمصر وقد فاز الفيلم التونسي وراء الجبل بجائزة لجنة التحكيم الخاصة منصفة مع الفيلم المصري رحلة أربعمائة وأربعة كما توجى الممثل التونسي مجد مستور بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم وراء الجبل الذي أخرجه محمد بن عطياء شيراز الخادمي والتقرير التالي الفيلم التونسي وراء الجبل فاز في اقتتام الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الأقصر السينمائي بمصر بجائزة لجنة تحكيم الخاصة مناصفة مع الفيلم المصري رحلة أربعمائة وأربعة كما فز الممثل التونسي مجد مستور بجائزة أفضل ممثل عن دوره في نفس الفيلم الذي أخرجه محمد بن عطياء وقد أزدل الستار مساء أمس على فعالية هذه الدورة التي كانت انطلقت منذ التاسع من فيفري الحالي وأقيمت تحت شعار إفريقيا بكل الألوان وشهدت مشاركة اثنين وأربعين فيلما من ثلاث وثلاثين دولة وقد تنفس على جوائز الأفلام الروائية الطويلة أحد عشر فيلما من إحدى عشرة دولة ومن بين هذه الأفلام التونسي وراء الجبل والفيلم السوداني ودعا جوليا الذي فاز بجائزة أفضل فيلم والفيلم المغربي أناماليا ومن كينيا فيلم أجندا وغيرها من الأفلام وضمت لجنة تحكيم هذه الأفلام المخرج التونسي المختار العجيمي والمخرج المصري يهالا خليل والسينيجالي ممونا نندي والمخرج المصري محمد يسين ومن بورك نفاسو أيكي تايارا شاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها رئيس الجمهورية يدعو إلى الحسم في ملفات الفساد بسرعة والقيام بثورة تشريعية في عديد المجالات وتطهير البلاد مع ضرورة الإسرع بتشكيل لجنة الصلح الجزائية خلال لقائه وزيرتي العدل والمالية وزير الشؤون الخارجية يؤكد أن ضمان الوصول إلى التعليم الإلزمي والمجاني أمرا أساسيا لتونس ويدعو إلى بدل العناية اللازمة على المستوى القاري لتعزيز برامج التعليم خلال مشاركته في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأدي سبابا وسط تنامي المخاوف والتحذيرات من اجتياح وشيك لمدينة رفح الحدودية تتواصل مجازر الكيان الصهيوني في قطاع غزة مخلفة المزيد من الشهداء والجرحى توازيا مع استمرار المحاكم في القاهرة لبحث هدنة وقف إطلاق النار ويمكنكم مشاهدين متابعة نشرتنا الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعية عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء وإلى اللقاء